اكد الاستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين على كم الخبرة المهنية والمعرفة الاكاديمية التي سينهل منها المشاركون في برنامج ماجستيرا الادارة العامة على يد افضل الخبراء والاكاديميين في مجال الادارة العامة من مختلف دول العالم وهو ما يحقق تعزيز فرص التعلم والتواصل في بيئة معرفية متميزة مشيدا بمنهجية البرنامج القائمة على الشراكات الاستراتيجية الدولية والمحلية من خلال الشراكة المتميزة مع جامعة اكس مرسيليا الفرنسية والتي تعد من افضل 150 جامعة على مستوى العالم والمدرسة الوطنية للادارة في فرنسا والتي تخرج منها عدد كبير من قادة ورؤساء العالم في مجال الادارة العامة جاء ذلك في حفل افتتاح الدفعة الثانية من البرنامج مع انضمام 22 موظفا حكوميا من مختلف الجهة الحكومية للعامين الدراسيين 2017-2018 من جهته قال الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الادارة العامة بيبا قال ان برنامج ماجستير الادارة العامة يعتبر من ابرز دعائم صناعة القرارات وبناء السياسات الحكومية في المنطقة اذ يستند على آليات داعمة لتأهيل القيادات الحكومية على اسس علمية للوصول لاعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية والذي يتوافق مع رؤية معهد الادارة العامة اداء حكومي متطور لتنمية مستدامة وبذلك يعتبر البرنامج الاول من نوعه على مستوى المنطقة العربية تلبية للاحتياجات التدريبية لموظف القطاع العام في مملكة البحرين